السلام عليكم معكم أحمد حتاحات بالدرس اليوم هنتكلم عن دالة جدا مهمة هي دالة if لنروح لصفحة الملخص هعمل هون هي الخلية تقلي نوضع المصروف تبعي فحكتب يساوي if ضمن دالة if تعندي ثلاث شروط أول شرط انه هو التست يعني هو هيعمل شغلة هاي الشغلة اذا كانت ناجحة هيحط قيمة اذا مو ناجحة هيحط قيمة تانية فالتست فاصل قيمة اذا نجح فاصل قيمة اذا ما نجح فالتست تبعي حيكون هلاء ان الخلية اللي فوق هي محصلة تبعي هل هي اكبر او تساوي الميتان اذا اكبر او تساوي الميتان حط صلي اوكي اذا لا حط صلي نوت اوكي مع انه اقل من الميتان فنوت اوكي عندي بالمختصر هيدا الاتف بس ده الاتف فينا نعمل فيها اكتر من هيك بكتير انه فينا نحط اكتر من شرط بنفس الوقت كيف يعني نكبس اف2 للتعديل نرجع عاليو او او فالس هلاء اذا اكبر من متان حط اللي اوكي خلصت او تساوي مو علي غور هلاء اذا اقل من متان بس بدي اها انا شرط تاني اكبر مية و خمسين يحط صلي قيمة تانية فحأعمل فبما أنه false فحلو if تانية كانت الخلية تبعي c4 أكبر أو تساوي 150 فأنا بدي إلي 150 is ok مثلا هلا لا إذا كانت قال 150 بحط if تالت قيمة الخلية تبعي أكبر أو تساوي 100 فبدي إلي 100 not ok not ok طيب إذا كانت ما تساوي 100 وnot ok فهل هي أكبر من 50 أنا قد يعرفوا أنه هي أكبر من 50 فبقل له شغلة أخيرة أنه المية ما تحققت فإذا المية ما تحققت معدها هي أقل 100 أقل منه فإف خليه c4 أكبر أو تساوي 50 فبدي إليه attention فاصل عفون كوت attention خمسين هلا إذا أقل من 50 لسه هون حأترك ما حعمل if حأترك value if false ليش لأنا ما تحقق شرط الخمسين فحيروح تلقائيا value if false طبعا أنا فيني أكمل if فات فوق ال45 ما تحقق 45 35 30 قد ما بدي فيني إنزل فأنا حاليا هوقف عند ال50 قل له value if false you don't have money هيك حكتب له you don't have money you don't have money حقق بس enter طبعا أنا الخطأ اللي ظهر عندي أنه ما سكرت كل أقواس الفات سكرت بس آخر if فعملتها فأكسل قال لي إنه كمل لك أقواس الفات فأنا بمعني أقل من 50 قال لي you don't have money طيب أنا حقيم المعادلة شوي حكتب لو عندي مثلا 110 حقق لي 100 not ok 150 150 ok 220 ok فبالحالة اكتشفت إنه الفشة غالة معي تمام تمام هاي كانت معادلة if وهات كان الدرس الرابع ضمن الأسبوع الثاني كان معكن أحمد حتاحة